التمثيل البياني للمعادلات من الدرجة الأولى في متغيرين من المعلوم أن حلول المعادلات من الدرجة الأولى في متغيرين عبارة عن أزواج مرتبة بتمثيل الأزواج بنقاط نتدها تقع على خط مستقيم نقول بأن المعادلة هي معادلة خطية ومنه نستطيع القول بأن النقطة تقع على الخط البياني للمعادلة فهي تحقق معادلتها والنقطة التي لا تقع على الخط البياني للمعادلة فهي لا تحقق معادلتها فإذن مثال الأول الخط الموضح في الشكل هو التمثيل البياني للمعادلة الخطية صاد تساوي سين زائد ثلاثة ولاحظوا التمثيل الخط الموضح هو المعادلة صاد تساوي سين زائد ثلاثة اكتبي الأزواج المرتبة التي تمثل النقاط ألف وباء التي تقع على الخط والنقطة جيم التي لا تقع على الخط إذن أولا سوف نكتب ألف وباء التي تقع على الخط إذن نلاحظ ألف هنا على المحور السيني إذن النقطة ألف تمثلها النقطة أو الزوج المرتب سين عبارة عن سالف ثلاثة وصاد عبارة عن طبعا لم نصعد إلى الصاد إذن صاد تساوي سفر النقطة باء عبارة عن سين تساوي سفر وصاد عبارة عن ثلاثة إذن سين تساوي سفر وصاد تساوي ثلاثة إذن كتبنا الأزواج المرتبة التي تمثل النقاط ألف وباء النقطة جيم تقع على المحور السيني إذن النقطة جيم هي النقطة ثلاثة وصفر إذن كتبنا النقاط ألف وباء وجيم أي من الأزواج المرتبة يكون حلا للمعادلة الخطية نلاحظ أن نقطتين ألف وباء تقع على خط المعادلة أو تمثيل بياني للمعادلة إذن ألف وباء تعتبر حلا للمعادلة إذن ألف وباء حلا للمعادلة ولكن جيم لا تقع على خط المعادلة فإذن جيم لا تمثل حلا للمعادلة السؤال التالي مثلي المعادلة صاد يساوي 2 سين بيانيا فإذن لتمثيل المعادلة يجب أن نختار قيم لسين وصاد لكي نمثلها على الرسم البياني فإذن سوف نقوم بعمل جدول نقوم بعمل جدول بقيم سين وصاد إذن نختار قيم سين عبارة عن صفر 1 2 3 قيم تعتبر كافية إذن سين عبارة عن وصاد نقوم بتعويض بقيمة سين لاستخراج قيمة صاد 2 ضرب صفر يساوي صفر 2 ضرب 1 يساوي 2 2 ضرب 2 يساوي 4 إذن قيم صاد هي صفر واثنين واربعة إذن سوف نمثل النقاط صفر وصفر و 1 و 2 و 2 و 4 على الرسم إذن نلاحظ رسمنا المحورين السيني والصادي عندي الموجب على يمين السين والصادي عندي موجب موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاثة موجب أربعة موجب خمسة إذن هنا صالب 1 صالب 2 صالب 3 extremes يصار صالب 1 صالب 2 صالب 3 صالب 4 إذن نمثل النقاط صفر و صفر هي النقطة نقطة الأصل نمثل النقطة الثانية 1 و 2 1 في السين و 2 في الصاد إذن 1 عند الصين ونصعد عند الصاد نضع نقطة 2 وأربعة 2 في الصين وأربعة عند الصاد ونضع نقطة نوصل الثلاث نقاط باستخدام المصدرة إذن نوصل الثلاث نقاط باستخدام المصدرة ونمدها نرسم خط مستقيم يمثل المعادلة صاد تساوي 2 إذن هذا هو التمثيل البياني في المعادلة